اشتركوا في القناة برئيس منظمة متحدون من خلال الرياضة نائب رئيس الأمين العام للاتحاد الدولي للمائتاي مشيدا سموه بالجهود المميزة التي يبدلها للارتقاء بمستوى رياضة المائتاي العالمية وتسخير الرياضة لتطوير مهارات وقدرات النشئة والشباب وخدمة المجتمع وقد بحث سموه مع السيد ستيفن فوكس سبل التعاون والتنسيق المشترك والمضي بها قدما نحو أفاق أرحب من التنمية والتطوير في المجال الرياضي مؤكدا سموه على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالحركة الرياضية بالمملكة من جانبه أكد السيد ستيفن فوكس أن ما تشهده مملكة البحرين من نهضة رياضية هو دليل واضح على ما توليه القيادة في مملكة البحرين من حرص واهتمام على دعم القطاع الرياضي مضيفا أن سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لعب دورا هاما في تطوير الرياضة البحرينية من خلال الجهود الكبيرة وإطلاقه للعديد من المبادرات الهادفة والتي ساهمت في تحقيق نقلات نوعية لا سيما على صعيد الألعاب القتالية والتي تبوأت من خلالها البحرين مكانة متقدمة آسيويا ودوليا مبديا في الوقت ذاته استعداده التام للعمل والمساهمة في دعم الجهود البحرينية لما فيه خير وتقدم الرياضة بالمملكة وقد جرى على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية البحرينية ومنظمة متحدون من خلال الرياضة بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين اللجنة والمنظمة للتأكيد على دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة